بكم فضيلة الشيخ وفتكم الله في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق ثم دفنوا الميت الجديد ثم أعادوا العظام الأولى إلى نفس القبر فما القول في هذا وما الحكم إذا عملوها للضرورة البلاد في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق ثم دفنوا الميت الجديد ثم أعادوا العظام للقبر فما القول في هذا وما الحكم إذا كان هذا العمل قد دعت له الضرورة إذا دعت إليه الضرورة ما يوجد مكان فإن الميت السابق لا يخرج تدفع العظام في ناحية القبر ويدفن الميت الجديد بجانبها ولا تخرج العظام ثم تعاد أو تنقل إلى مكاننا بل العظام القديمة تدفع إلى إلى ناحية المحد ويجعل الميت الجديد فيها مع الميت القديم عند الهاجة والضرورة بعضهم يجعل حجرة يجعل حجرة يجعل حجرة تحت الأرض أو فوق الأرض له ولأقاربه فيأتون بالميت وينحون العظام القديمة شيئاً فشيئاً ثم يضعون الميت وإذا جاء ميت جديد فعلوها لو هكذا نعم هذا عند الضرورة نعم الله تعالى ألم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ترجمة نانسي قنقر